أصبحت التجاوزات على أملاك الدولة والمحرمات في الشوارع العامة ومداخل المحافظة أمر طبيعي لا سيما في السنوات السابقة حيث أكد المواطنون بأن هناك تجاوزات على أراضي ومحرمات بمداخل المحافظة وأغلب من يتجاوز هم من المتلفذين ومسؤولون كبار في الدولة مطالبين إدارة المحافظة بينصاف ما تبقى من محرمات لا سيما المدخل الشمالي للمحافظة محرمات الطريق بمدخل بعقوبة بتقاطع القدس يعني بيها محرمات كاملة يجوك متنفذين ومسلحين وأكثر من جهة وأكثر من مسميات تريد تستحوذ عليها الناس تقول تدعي بيها مالتها يا با وين أوراقكم وين كذا؟ ما أحد عنده أوراق ما أحد عنده شيء يدعي بيها مالته الناس تقول في الكمال القدس مالتي الناس تقول الطريق المدخل مال بعقوبة منهم كلية الهندسة والقانون اللي يستحوذ عليها اللي يسويها فندق اللي يسويها مستشفر اللي يسويها محلات فيما أكدت إدارة قضاء بعقوبة بأنه تم رفع كتب رسمية للقضاء لمنع الاستلاء والتجاوز مؤكد بأن من يتجاوز هم المتنفذون وليس المواطن فقير وأنا شخصيا أتلقى تهديدات باستمرار للوقوف على إزالة هذه التجاوزات والتي أصبحت يوميا وقبل يومين الحقيقة تعرضته إلى تهديد من قبل أحد المتنفذين هاتفيا وتم أعلام السيد المحافظة بموضوع وأنا أحتفظ بحقي لقامة دعوة جزائية على هذا الشخص كونه قام بسب الدولة وسب الدائرة المعنية بالنتيجة هؤلاء المزارعين قاموا بتقطيعها أو بيعها لمتنفذين وتقطيعها لأراضي سكنية وبيعها المفروض دائرة الزراعة تتخذ إجراءات قانونية بمجب العقد المبرم مطالبات بتحرك حكومي من بغداد من خلال تشكيل لجنة عليا كاملة الصلاحيات من أجل إيقاف ملف التجاوزات التي تعانيها ديالة من ارتفاع كبير في وطيرة التهام أملاك الدولة من قبل جهات متعددة بعضها سياسي وأخرى مسلحة بذرائع مختلفة في السنوات الأخيرة المحافظة ديالة حسن شمل التغيير الفضائي المفروضة ديالة حسن شملت المفروضة ديالة حسن شملقت